وقع انفجارا خلال احتفال عام في استاد في مدينة الاشكركا عاصمة اقليم هلماند بجنوب افغانستان يوم السبتة مما اسفر عن سقوط اربعة قتلى واصابة واحد وثلاثين شخصا وكان بالاحتفال نحو الف شخص حضروا بمناسبة عيد النروز الذي اطلق عليه ايضا عيد المزارعين وقال متحدث ان حاكم اقليم هلماند محمد ياسين خان اصيب جراء الانفجارين لكن جروحه سطحية ويبدو ان الانفجارين نجم عن عبوات ناسفة جرى زرعها واعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مسئولية الحركة عن الانفجارين على تويتر ويأتي الهجوم في اطار سلسلة هجمات وقعت خلال احتفالات تستمر لايام بمناسبة عيد النروز الذي يمثل بداية العام الفارسي الجديد في البلاد